والآن إلى الكويت حيث تستعد العام المقبل للاحتفال كعاصمة للثقافة الإسلامية الاحتفالية ستنطلق مطلع 2016 بالتزامن مع مهرجان الغرين الثقافية اختيار الكويت جاء نظرا للمساهمات المستمرة التي تقدمها الكويت في الجانبين الإسلامي والإنسانية وستشمل الاحتفالية برنامجا ثقافيا سيستمر على مدى عام كامل وتسعى إلى إبراز دور الكويت الثقافي ومنجزاتها في كل روافد الثقافة العربية والإسلامية تجري الترتبات في الكويت على قدم وساق للاحتفال هذا العام في الكويت كعاصبة للثقافة الإسلامية للعام 2016 آخر الترتبات كان المؤتمر التحضيري الذي عقده وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان لحمود وأعلن خلاله عن ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء لللجنة العليا للاحتفالية إلى جانب عدد من الوزراء وأكد الحمود على اهتمام الغيادة السياسية بالعمل الثقافي وإبراز دور الكويت في التنمية الثقافية والإنسانية ودورها المحوري في نشر قيم الثقافة العربية والإسلامية وستتضمن احتفالية هذا العام برنامجاً ثقافياً سيستمر على مدى عام كامل بمشاركة مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتبدأ الاحتفالات في شهر يناير كانون الثاني المقبل بالتزامن مع انطلاق مهرجان لغرين الثقافي في دورته الثانية والعشرين وتتمثل واهداف برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية في نشر الثقافة الإسلامية وتجديد مضامينها وإنعاش رسالتها وتخليد الأمجاد الثقافية والحضارية للمدن التي يتم اختيارها كعاصمة ثقافية إسلامية وذلك نظراً للجهود التي قامت بها في خدمة الثقافة والأداب والفنون والعلوم والمعارف الإسلامية إضافة إلى تقديم الصورة الحقيقية للحضارة الإسلامية بجوانبها الإنسانية إلى العالم وكانت فكرة احتفاليته عاصمة الثقافة الإسلامية انطلقت باختيار مكة المكرمة كأول عاصمة لها في العام 2005 على غرار عاصمة الثقافة العربية الذي أطلقته منظمة المدن العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو حيث تبنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو هذه الاحتفالية منذ ذلك الوقت